اشتركوا في القناة اصحي يا شعب 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 حياكم الله مشاهدين الكرام حلقة جديدة من برنامجكم اليوم صوتكم هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج بداية نحب الذكر السادة المشاهدين إنه قناة الرافدين عدها ترد جديد تردنا على مدار القمر نايلسات 10727 أفقي فنتمنى من السادة المشاهدين إنه يدخلون هذا التردد على أجهزة الاستقبال الخاصة بيهم حتى نظلم السمرين يهم 24 على 24 مشاهدين الكرام أي شخص يحب يتصل بالبرنامج يقدر يتصل بينا على الأرقام التالية أعدكم الرقمين الاثنين إذا شوفوهن هذني مخصصة إلى داخل العراق أي شخص من زاخو إلى الفاوي يقدر يتصل بينا بأي لحظة وبأي دقيقة من دقائق البرنامج أما الأرقام اللي إذا شوفوها حاليا أسفل الشاشة ذني مخصصة إلى داخل العراق وخارج العراق على حد سواء تقدرون تتصلون بينا بأي لحظة على واحد من ذني الأرقام الخمسة من الداخل رقمين من خارج ثلاثة أيضا هذا الرقم هذا الرقم مخصص فقط للواتساب هذا الرقم بس رسائل ما أقدر أستقبل بأي اتصال ما أقدر أستقبل بأي رسالة صوتية لحد يزعل علينا إذا ددق على رقم الواتساب ومن جاوب لأنه ما يوصلنا أو متوصلنا المكالمة مشاهدين الكرام اليوم ثلاثة واحدة اليوم والبارحة وأول بارحة كانت أكو حركة بالعراق غريبة عجيبة غيروا شارع وسموه باسم واحد ونشر صور المطعم التركي اللي بساحة التحرير حطوا عليه صور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس يطلع لنا حسن نصر الله أبو حزب الله بلبنان يحكي لنا عن مآثر قاسم سليماني بالعراق والمقاومة وقاسم سليماني هو اللي قاوم الأمريكان وقاسم سليماني هو اللي سوى ما أذكر قاسم سليماني قاوم الأمريكان أنا اللي أذكر قاسم سليماني كان مسؤول عن ميليشيات حجد الشعبي بالعراق هاي الميليشيات كانت بالمحافظات الغربية على أساسة حارب الإرهاب وداعش تحت غطاء جوي أمريكي يعني أمريكا هي اللي قدمت لهم الغطاء الجوي يعني اثنيناتهم سوى أذكر لما انطلع مسؤول إيراني ويقول لولا إيران لما استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية احتلال بغداد وما أذكر أنه المقاومة العراقية بحرب الفلوجة الأولى بحرب الفلوجة الثانية كان أكو ذكر لا القاسم سليماني ولا أبو مهدي المهندس ولا السرايا ولا العصائب ولا أي واحد من دوله ما أذكر هذا الشيء ما أذكر لما كانت المقاومة العراقية بمعدات بسيطة جدا وبمصادر ذاتية مقاومة فقيرة كان أكو ذكر إلى إيران أو إلى أي شخص من إيران فبأي حق يجينا حسن نصر الله يبوق المقاومة وينسبها إلى إيران شكر من بغداد ويانا حياك الله ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله تحية إيراني تحية إيراني تحية إيراني قناة الرافضين المحترم حياك الله أخويا أستاذ أذن ما نقول على ما نتبع كلام حسن نصر الشيطان ولا نتكلم نتكلم على السياسيين العراقيين الباحل المنقاعد هو وهذا العامري والسفير الإيراني قاعدين ساعد الشعبي الحق الشيطان حذر الله منه وغيرها ويجب على الحكومة العراقية أن يقوم بما تخرج الفوات الأمريكية من العراق أين أسأل أنا أين أسأل هو صادق ولا هو كذاب عشاك هو من اللي جاب اللي جابك وجاب الحكومة وجابها وجابكم حطكم يا سياسيين يا مجرمين يا طفات يا مناققين حطكم على كل سلحكم قبل شوية طلع صلاح العبيدي البتل يقول بألفين وأربعة عشر هم الفصائل الحشي هم اللي جابوا واللي هم وضعوا مكتب عهد عبد المهدي بإبقاء القوات الأمريكية في العراق إذا أنت تقول إحنا يجب علينا أخراج المحتل من العراق المحتل الأمريكي إيران ممحتلة إيران إيران الميليشيات اللي تذبح تقترب الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه وقتلت أخواننا في الناصرية والبصرة وباقي النجب وكربري وباقي المحافلات العراقية وفي بغداد يقتلون مواطن ما بيد غير العلم العراقي زين ذولهم مميليشيات زينهم هم كلهم احتنال إيراني زين زين اللي ضرب الخورات في الشهر 21 صاروخ كاتيوش ما يتكلم عنهم زون ممحتقين يا أستاذ أفل اليوم الدولار العراق بيدمر الشعب العراقي دمار دمار صح الهومة حرامية خلي خلي يسكتون على أنفسهم ويقولون عيب عيب هم نحن 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 إذا هم زلم يعني إذا هم زلم وقيادة ولهم قادة تسريب وقادة السرقات وقادة قادة تيران ولا ولا مو قادة عراق وما يقولون العراق وقال أنا أنا طيب وإنت طيب وإذا الله عز وجل جعلنا بالحياة بقية سنة أو سنتين شوف بالعراق لأحزاب الجراء أجليزية لأظل بالعراق شو شو رح يسنون بالعراق نعم شوف عشرين شوف العراق شوف مقاسي شوف سنة ثلاثين وعشرين ثنين نعم نعم شكرا شكرا لك أخ شاكر أبو محمود من الأنبار حياك الله أبو محمود عليكم السلام عليكم والرحمة والكرام هذا بيك أغاتي أحنا أشاغاتك ربك نحن نشكرك ونشكر قناتكم الشريفة ما ما نشكر الحكومة نشكر قناتكم الشريفة نحن نحن ما عتبنا لا على أحد ولا أي وحد نحن عتبنا على محمد الحلبوسي يشوي انتخابات وقل له زلمك وينهم تتسوي انتخابات يا محمد الحلبوسي اذكر الله اذكر الله وصلى على الرسول قل له يا محمد الحلبوسي لما انت تتسوي انتخابات وتجيب انتخابات وتسوي محافظة الأنبار قل له زلمك مين تخبك تنتخبك الجهال بس لذنسل هذا السؤال الموجه لمحمد الحلبوسي عاب علي يقعد ولا الكرسي ويقول انا رجل سياسي ورئيس برنامان وهو يقعد خليه يقعد يسوله الصحيح عاب علي والله جاء شوال شارع بالانبار والله جاء وغل شنهو احنا رجل زلمنا احنا ما جاي ندور شوارع جاي ندور زلمنا عاب علي اليوم ست سنوات جماعة الرزازة واعتقلين ما يعرفونهم وهلهم يعني ظناهم بالجديد قاعد بالمدارس ويقول وين جدوا وين ابويا قلت له يا ابو ابوك امانا يمرب العالمين خلي محمد الحلبوسي يلتقى الله بيهو خلي يلتقى الله محمد الحلبوسي يقول لي يا محمد الحلبوسي من تجاه الرمادي عاب عليك تجاه على الشوق هذا يلباسون العقل هذا يلباسين حرامات يلبسون عقل عقل صدامي احتياد عقبة بعدي عاب علي زلمه بالانبار يلبس عقال عقبة بعدي محمد الحلبوسي مو اريد مشخص محمد الحلبوسي لما انجهنا قلنا اريد ولادنا يقول براك وبشاربوا وبعيني احتبروه مباشر يابكم اليوم خمس سنوات ودهو ست سنوات ولشنا بس انت السامع على شلو احنا نعم نعم شكرا شكرا لك ابو محمود سعد من الكويت حياك الله يا سعد يا استعد افرط حياتي لك ونهنيك وللبرنامج وللقناة بالعام الجديد يا استادي حياك الله اخويا وكل عام انتو بالخير ثلاث كلمات يا استعد حبيت اسألك اولا من اخر ملك للعراق الى يومنا هذا كم عدد كم وكم 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 عدد المليارات التي وصلت للعراق هذا السؤال السؤال وصلت من وين استادي بالنسبة للسؤال الثاني استادي بالنسبة لامين خزب الله احنا سمعنا انه يحرر القدس ويحرر ايضا الجولان هذا حسب كلامه سابقا لانه يقول لك انا بطل المقاومة فارجو الاجابة على اسئلتي اما السؤال الاخير يا استادي خصموا عندنا بالبنك ستة دينار دون علمي يقولون عمولة وانا غلبان وفقير والسؤال الاخير يا استادي انا كنت اليوم ما كنت ادري وانا بما السخان حار حرق جلدي فارجو لك من من الله الشفاء وانت ادعو لي وكفياتي لك يا استادي انا حسر حياة الله اخساعد لك الشفاء ان شاء الله لكن بالنسبة الى السؤال الاول قلت من اخر ملك يعني انت تقصد فيصل الثاني في عام 1958 وحتى هذه اللحظة كم عدد المليارات التي دخلت العراق الى حد 2003 ما اتوقع انه اكو مليار دخل الى العراق كمساعدة ما اتوقع لكن 2003 فما فوق بلاوي وين صار ما احد يعرف ما احد يعرف ابو فاطمة من صلاح الدين حياة الله ابو فاطمة السلام عليكم استاذ العزيز حياة الله اخي العزيز استاذ العزيز انا احد النازحين المتاكن في السليمانية في احد مخيمات عربة نازح من عام 2014 وهذا عام 2021 نعم استاذ العزيز يعني راح في عوائل تحت الخيمة من اثر الكهرباء واثر الصوبات الكهربائية واثر الصوبات النفطية هذا اللي اعتلقت خيمته وما موجود اعتلقه ولده سينا تلافة بيها اه وولدنا على الفقدة واللي الكتلة والكتلة هم داعش وكتلهم الحج الشعبي وهذا ما حد حجه وحس الدول العربية كلها يعني محتجة على شخص قتله يعني ليش هاي الابناء الذي راحت وقتلت واندفنت هي عدلين وما حد داع بيهم وعلى شخص استعراض وولدي يسول ميدان ساحة عركة في العراق احنا شنزا نبني احنا كشباب وكعرب وكسلاحين يعني السيد العزيز هاي الدول يعني ما يجون على بالعراق هو من ضربة امريكا ضربة الابو ايران يعني احنا جابنا بالموضوع يعني رحمة الاهلا كسا حسنا احنا احنا صارنا في هالسنة سبع سنين احنا جو خيمة وحسنا على الكتاب الذي صادر في مخيمنا في الشهر الثالث لازم اخلاع المخيم وينسد المخيم اذا عاني سد والمخيم وقال وروح له لكان اشير حسنا قرار وجهال ست نظرات وطلعنا هناك واني بيتي مهدم قاعد يت بيتي وانا اروح وانا اروح وانا اقعد وانا بيتي مهدم خراب تصعد فوق البيت انت تمشي وانا اروح اني ولا درهم يعني انت خليك المقاني وانا حج جهالي وانا روح وان مصرفي يعني هز مصرف ما ريد اريد اقعد بيتي واريد اروح اشتغل عشر طلاف ويجاذب على العياني اذا بيت ما عندي عيالي بشارة مع الوطين اروح اروح اشتغل تقبل هزميرك يعني ماكو منظمات ماكو واحد خير يعني بالمنظمة ويجي يقولك يا با انت منترجع النازحين في شهر الثالث النازحين عدتهم الثلاث الف نازح في كردستان اذا ارجع هناك وبيتي نفر ونحطهم يعني اغمال الساد نعم نعم شكرا 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 لك ابو فاطمة ابو زينب من النجف حياك الله مرحب مرحب اخويا العزيز اخو 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 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل من قطع الاتصال يا ابو زينب اتمنى ترجعنا حتى نسمع رأيك بالموضوع محمود من الموصل حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة ولكرام الساد يقول لي احنا قدنا رئيس دولة ورئيس وزراء هذي شنه يا صور المعلق هذول شنه هم دورهم يا لغاية لغاية دولة حكمتنا هذولا قعدتهم عالكور في شيني هذولا الليون يستحون دولهم موصور اتخذ سليماني والسلساني والاحبادي ونويرة يعني هم هذولا قعدتهم محاسية هذا برهم صاح لغاية دولة شنون يقبل في شاية خصورة الباحة بلما وصح خصورة اخذ رصة المدينة وراها بالليل هذا هذا قاسم تليمان الصار ما تقول لي قل لي بانتي هو بن الصار اريد اسعلك سعاني رحم ابوك يعني قبل عسى عندك هو هذا قاسم تليمان اكبر مجرم منها تتنجوه منها تتنجوه تتنهب ديارة وجهيانا وخار تلقى جزاها تتنهب ديارة تتنجوه وتلقى جزاها هنا الله ما يخلي حمل مطروح ما يخلي حمل مطروح بس هذا برهم طالح قبل الشيح يحطه طجة ايه بغوريس دولة هاذا شنه لعبة لعبة ولاة جهال يعني الصور انتشرت العراق وهو ماله دور عجل شنه جاحد وطال عليه فست يتبسم بكلامه يجي لي فيلقة الخدس يعمر يطيع وامر هنا يجينا واحد من ايران يعني احنا طلعنا شارع الله وكيل فلا ضلت اننا قعد بالعراق ايه ما بلت شاهم ما بلت جمرتنا امريكا سلمتها لايران هذا المجرم هل يشوف نفسه تتنج وابيروت وجاي هنا وسلقى مطير الصبح احنا عدوى العراق نولا المالكي وهذا الاحماري وهذا الاخر اللي شكشمه ابو احمام اللي ويحتسم الاخر سلمت حزابيين دمروا دولة كاملة مقتدى الصدر وحسن نصر الله ياه منهم لا الاخر ابو امام البياب هذا هذا اللي يتحدث صحيح الجديد جايكم نجي يضرب الحكومة الصفحة عمار الحكيم لا اخوة لا مؤسس الثاني هذا الاخر ثلاث دول استحاد هم رأس الحرب ايه هنا دول لذوله ثلاث رأس الحرب الخز علي تسمون الخز علي اخوة يضيح تسمي تورا حان طريق الثاني اللي يقول الري يقول الري تل وزراء انت مو منتق من قبل او عشاير قبل الجماهير ندخل مواضع ندخل معاك احنا غير مواضع ضيح تسمي معاو تقول يا يا والله ماذا جباليا كلهم قلتهم كل سخز علي همام محمودي مقتدر صدر السستاني الخوي المدرس هذا كان مسجدون ابوك عبد عزيز حكيم محمد باقر حكيم عمار حكيم من نبيهم لا 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 هو متخدم هنا يحكم حكم ما حاج حكم الزوء من المسنكين همام محمودي لا خوي العلاف تعمام يا 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 يرجع هذور الثلاثة وهم كان مسجدون جاء قبل ابوك الكبر مجرم هذا الله العظيم هتعرف السمو شكرا هذور هذور الثلاثة قلت لك الخز علي والله انت لعم وار خز علي عندنا قال مين انت رايش دولة شوية خلال تحتاج صور ايران بدولتك بالدوائق وجايين اشعاط محاب كل ملاذ يقول الصور على باب هذي انت شا اتخذ اولا انت انت شذ مكرسة المزرعة انت شا تقبلها انت شو مخللكم هنا مخللكم بتع كل شو واطر خبر الخز علي هذا ما عرصت ممكن الخز علي خيس الخز علي ايه ايه الاخرى كما احنا اسرائيل كما احنا كفار اول وحدة الدوام الريدو ويرجع السبت قاني لا موظف وامي ولا راتب وعلى بغداد حياك الله يا زيد 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 موجود لان قطال اتصاله يا زيد ابو زينب من النجف رجع حياك الله يا ابو زينب هذا عين تينا سيد حياك انشاء الله فضل لغات واحد سيد المقاومة نعم والاخ والاخ قائد المقاومة والاخ ما دي شنو المقاومة حياك من هل كان ثلاثة حتى الان قتله واحد اسراهيلي وقتله جندي اسراهيلي قتله جندي امريكي اردو لك دمون حالين ولا ولا قتله على نفسه نعم اما البوخ زميرة البوخ البوخ حسن نعم السميرة حسن الشيطان هذا رقبه مشهور بكل الدنيا منزل البوخ يقول لك هذا حسن منزل زميرة يقول لك هذا حسن نعم 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 يعني كلهم 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 شذابين والله ما جاء واحد يعني يكون قلبه على حراق كل من يجي طلع قائن كل من يجي طلع قائن كل من يجي طلع قائن الله الله يسعد ما قال ما قال البيان عبر سرقة تاريخ المقاومة العراقية والافتراع عليها البيان نص او اضاف بقسم الاعلام في هيئة علماء المسلمين انه بعد فشل ما يسمى بمحور المقاومة في تبرير جرائمهما وارهابيهما يقصد ابو مهدي مهندس قاسم سليماني بحق المدنيين في العراق وسوريا ولبنان واليمن اضطر نصر الله الى القيام بمهمة تلميع وجه هذين القاتلين في لقاء مع احدى القنوات الممولة ايرانيا في تزوير للتاريخ ونسبة المقاومة الى الميليشيات الموالية لايران التي تعاونت مع الاحتلال الامريكي لمواجهة المقاومة العراقية ام محمد من بغداد حياة شاء الله ام محمد احيوني هذا بيش امي السلام عليكم هذا بيش شوانك عيوني شوانك ياقتي هذا بيش الله يطول عمركم على هالقنا حلوة يسمي يسمي وواجبنا وانه يسمعكم والله العظيم أبو عزلها قاعدة واشوكم وحتى دعيكم والله العظيم بالصحة وبالعافية ربي يطيك الصحة والعافية تفضلي امك اي والله يا ربي يطيك الحافية والله يما هاي مو حكومة هاي الميليجيات دب هالوكت علينا بس ان شاء الله يخلصنا من عدهم ان شاء الله يخلصنا من عدهم يا استاذ رفل يعني هذول وقلوا الانتقام جهات كاتلهم الجوع والله العظيم ابن كيل بارحة بالقرآن الشريف وديتها للدكتور مئة ألف على الخضر الضغير يعني دبيت المئة ألف دير رجعنا والله لا طحيل حدنا لا زيد حدنا لا ضيم حدنا وطهناها للدكتور وطيناها للدكو وقلوا على ناو سكت ثانين الرحمة ما الرب الكريم اتكلموا 15 وقلوا مطيهن يا يمة الله تعفل لي عمك والله العظيم العلاج ما سيقول لنا نشتري بالنبي محمد بورقة بورقة فنور يعني والله ما عدر هالميليشيات دب هالوكت حلم بس ان شاء الله يا ربي يا ربي عزمنا بالله وبعلي عزيم وبالمتظاهرين يا ربي يتبع صوتي علي عزيم الريدها من شاحب الله ومن شعربهم عمي خلصون من هالحكومة الفاشلة بتعبانة يا ربي ايه والله ايه والله يا حبيبي يا أستاذ رفل الله يحميكم سلمك ربي سلمك ربي يا أهلا بيت شكرا شكرا جزيلا أم محمد زيد من بغداد رجع لنا مرة ثانية حياك الله يا زيد السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام يا علي شكرا جزيلا أخ زيد بس إذا أمكن يعني تنصيلي صوت التلفزيون وتسمعني من التلفون أفضل عليكم السلام والرحمة والإكرام السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ هاي الحكومة من الثين وثلاثة لحدها شين يسونا يا الحكومة سوت من الثين وثلاثة لحدها نعم كلها ضيم وضيم يعني لا من الرواتم يسوينا لا يعني نو بطاعة دواد الدولار أبضك يا دولار عنا في الفغرة شين ينزل بنحنا نعم والله لا يوفقيش الله لا يوفقيش دولة حسب الله ونعم الوكيل عليهم حسب الله ونعم الوكيل عليهم نعم ويشكرك سيد شكرا شكرا إليك أخ زيد نرجع إلى بيان هيئة علماء المسلمين أكدت الهيئة بي أن حديث نصر الله عن أن الأمريكيين خرجوا من العراق نتيجة ضربات المقاومة إلى درجة أنهم توسلوا إلى سليماني هي محاولة فاشلة لتبرير عدم وجود أي أثر لسليماني في عالم المقاومة قبل عام 2014 توسلوا إلى سليماني الأمريكان إلى درجة أنه طيروا لطيارة بدون طيار نزلت صاروخ بالسيارة اللي هو راكبها توسلوا به على قائمة الأرهاب توسلوا به هو مطلوب دوليا توسلوا به وهو مطلوب دوليا وبالمقابل كانوا يحموه يعني هي إذا نريد أن نفرزنها قاسم سليماني مطلوب دوليا جراء مرهاب وتفجيرات وأكو قضايا عليه بأكثر من دولة بس من كان ويا الميليشيات بالعراق والحكومة العراقية طالب غطاء جو أمريكي كانوا يغطوه عادي ويطب من إيران للعراق السورية لليمن بكيفة وكتلوه بعديا بس كانوا يتواصلون به ولفتت الهيئة إلى أن القنوات الفضائية ووسائل الأعلام كانت تتسابق لنشر عمليات المقاومة بخلاف القنوات التي تخذت منذ زمن مبكر موقفا سلبيا ومعاديا للمقاومة العراقية مثل قناتي المنار والعالم وأخواتها التي دأبت على التشكيك بالمقاومة وخلطها بالإرهاب صدقهم بالبداية كانوا أكل أميركان وأكل أرهابيين ما كانوا يقولوا مقاومة هما هما المقاومة يحق كافة الشعوب في حالة الاحتلال لأن الأميركان بأنفسهم اعترفوا بالمقاومة الفيتنامية لما هما احتلوها بس من جو يمنا ما اعترفوا بالمقاومة لأنه جماعتنا ما اعترفوا بيها وجماعتنا اللي حاربوها اللي هما الميليشيات والإيرانيين وحاربوها وقعدوها وصفوها فما بقت مقاومة وبقى إلى اليوم اسمها عد الأميركان درهابيين أحمد بن البصرة حياك الله عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام أقول لأخوين نعم 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 عشائر متخال صحيح والله صد بنا مالسلول حتى ثلاثة أيام نعم أنا أتعذر منك أخي أحمد وأشكرك لأنه أكو مشكلة بالصوت وهي واحدة من مشاكل العراقيين واحدة من إنجازات الحكومة العراقية أنه دخلت شركات الخلوي بس ما عدها خدمات صباح من بغداد حياك الله السلام عليكم أخي أفل ورحب بكم قناتكم الكريمة حياك الله أخي العزيز طبعا بالنسبة للميليشيات اللي استعرضت قدام السفارة الأمريكية وبالمطار ومكان الحادثة اللي مقتل سليماني والمهندس يعني هاي تعتبر وصمة عار عليهم احنا ننظر لها من غير منظار وهو يعني اللي يسمون انفسهم مقاومة ومجاهدين يروحون ما يستحون عن انفسهم وياكلون قاص قدام السفارة الأمريكية وعلى أساس هذا إنجاز وانتصار هذا الرد لمقتل المجرم سليماني هاي تعدهم يردون يروحون يأكلون لفات يم السفارة الأمريكية أما رد حقيقي على القواعد الموجودة قواعد الأمريكية ما رح يردون هم يريدون ضغوطات من وراء الإيرانيين والحرس الثوري شي وجههم سوهيت سوهيت أضرب السفارة أضرب السفارة يعني صايرين أداة بيد الحرس الثوري الإيراني شي وجههم شنو من المصالح السياسية اللي يكسبها النظام الإيراني بالأدرع مالك الموجودة بالعراق اللي هي الحجد الشعبي هم يطبقون أما مصالح العراق والوضع الاقتصادي اللي يراهن هسه الأزمة الاقتصادية المربيح ما يفكرون بالأزمات الموجودة طبعا عدنا أدة أزمات بسببهم بسببهم بسبب أرهاب داعش بسبب الأحزاب بسبب هاي المحاصصة الطائفية بسبب وجود الحشد اللي هو شكل فتوى لمقاتلة إرهاب داعش وانتهى داعش وانتصلت علي الحكومة وعن لها رسمي المفروض يحلون هذا الحشد لأن هذا عبء صار عبء بالميزاني اللي يجاي يصرفوها إلي عبء بالكواتم اللي يحملوها والسلاح اللي منفلت اللي خارج نطاقة دولة اللي هم يمتلكوا عبء لأن هم فوق القانون فالمفروض بالمرجعية اللي شكلتهم تعطي فتوى بتفليش هذا الحشد أو انضمامه إلى الأجهزة الأمنية والدفاع والداخلية وغيرها في سبيل يعوضهم ما احنا راضين أحسن ما لابسيلي مرقب وشالين رايات الحزب الله وشالين رايات الحرس الثوري وصوره سليماني ينطوون تحت الوزارات الموجودة الخدمية وغيرها وينتهي هذا الموال مع السلاح المنثلت والخطوف وغيرها ونحن ما نتحمل العراق ما يتحمل هسه الميزانية مع الخمس محافظات تتروح للحشد هذا الحشد أصبح يعني سلاح منثلت ويقتلون بيه أي واحد يقفوا بوجهه سواء تني أو شيعي وهذه الأحداث الأخيرة مع المتظاهرين أخواننا في الجنوب في بغداد شفنا أن الحشد ما يهم طائفه اللي يهمه هو الوجود الإيراني والسياسة الإيرانية والمشروع الإيراني اللي يجعي نفذونه أخصبا همه يا طائفه همه مهدده مصطفى الكاظم يقل له لنقص قص إذاناتك نعم ما يهمهم ما يهمهم أي شخص لا هو شيعي ولا حتى رئيس الوزراء اللي يهانه هذا التهديد اللي يقال لهم أحنا نقص إذانة يعتبر يعني هاي وصمة عار في جبين مصطفى الكاظمي كنا نتصور لو واحد بالمئة أنه راح يرد عليهم لكنه هو جزء من عدهم وما قدر يرد أن يحمي كرامته يعني خلي كل الدول هس الموجودة في الشرق الأوساط في أوروبا تطلع فئة خارج القانون وتهدد رئيس الوزراء شنو الرد سواء الدول العربية السعودية مصر الأردن كل الدول بدون استثناء تطلع مجاميع مسلحة تهدد رئيس الوزراء الموجود بهذه الدولة شنو راح يكون الرد راح يكون الرد قاسي لكن مصطفى الكاظم ليش بالأحا لأنه هو جزء من عملية سياسية باعثه وما يقدر يغرد خارج السرق لأن يعرف نفسه إذا صادموا يهم راح تنهار العملية السياسية بالكامل ويصير عليها انقلاب وصدق القصرون إذانا يعني إذا صار ما صار هم راح يطبقون يترك العراق هذا بلدنا العزيز ويدافع عن دولة جارة إيران مثل إيران هذا مو عراقي هذا مو عصلي كان من يكون أي طائفة للي هو توكردي سمني شيعي مسيح عراقي اللي يدافع عن إيران ويدافع على أي دولة عربية ويترك بلد العراق لهم هذا هذا ما شارب لا من حليب أمه ولا ما كلمة الخيارات العراق اللي هذا احنا حكنا من خيارات العراق واحنا عدنا العراق فد شيء كبير لكن دولي مع الأسف خلموا العراق بلوصلنا لها المرحلة المزرعة نعم نعم شكرا شكرا لك أخ صباح أبو حسن من الناصرية حياك الله أبو حسن أبو حسن أبو حسن تسمعني السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام نشكر قناة الرافدين والكادر ما له حياك الله أبو حسن حياك الله أبو حسن حياك الله أحنا مشكلتنا مع الأحزاب رحمة الله أحنا أخلي الحكومة خلي الحكومة تضطي سلاح للمتظاهرين وخلني شوف وخلني شوف الحكومة أحنا معنا الظاهرين وخلني شوف الحكومة شو صوي وخلني شوف الأحزاب شو صوي عم هاي الأحزاب الإيرانية هاي الحكومة هي مع الشعب مع إيران مع أمريكا عم بلونبالولة بلونبالولة الإيرانيين لنحنبوهم يا وبعدتكم أيني نعم والله العظيم لا نخل خد علي ولا نخل العامري ولا نخل زيج ولا نخل عبيض كبيدك الله دخل يطوم السلاح عم كبيدك العباط نحرر العراق من جنوبه للشمال عمب الرجال اللي جاي عشو ياك ومصوبوا صوابين والثاتة ان شاء الله موت كفي لك العبات الفاضل ما يظل ملاشاوي بالعراق هذول شنه ذولة التبعية الإيران ذولة النقوس لنعلبوهم ياضل حقنا لمساقهم جابنا لكم هذولة كلهم مرتزقة إيرانيين مراكين شن البنونة ببلوة بلو العراق بلوة باقوا خيراتي ما خلوا شي علينا عم خلطوني الساعة عالي الناطرية ناكلهم لحم لحم ناكلهم نحن بديني وما مطينهم في انتق عم خلطوني الساعة عم خلني العرر بلدني كفي لك العبات سعبني كعبنا ومليني كفي لك العبات الفاضل المتظاهرين هل تبيه النار انذار النار اغلبتنا صير النار عليهم هذول ميليشيات ماليران ديوس غير ديوسي والعامرة هذا القرد كبيلك العباس الشلع السنون والله العظيم كبيلك العباس هذا العامري العميل ماليران والله الشلع السنون كبيلك العسين يشلع ايضانات هو الا ايضانات يشلع والله بس خل العكومة تمر لا للناصرية لا كبيلك العباس نطلع بيها من الجنوب للشمال كبيلك العباس نعم نعم شكرا شكرا لك ابو حسن عادل من لندن حياك الله الله حيك حياك الله خويا عزيز قالوا السلام عليكم هذا بك غاتي اه اخي العزيز بالنسبة للميليشيات الحجد الشعبي ما يسمى الحجد الشعبي انا بس عقوا اذا ممكن ما اعرف السؤال هذا يعني يعني من يوجه يعني كيف راح يصل الى المرجعية انا نعرف انه على اساس الحجد الشعبي اسس بناء على فتوى من البرجعية طيب المرجعية من اصدرت هاي الفتوى ما يسمى الفتوى على اساس انه الجهاد الكفائي ولمحاربة داعش ما يسمى داعش ايضا انتهت حرب داعش اللي المفروض من خلالها تنتهي ينتهي دور المرجعي دور الحجد الشعبي لكن بقاءه هو فضيحة طبعا اولا للمرجعية الفضيحة هذا لانه هذا يدل على تواطع المرجعية مع الدولة الايرانية للسيطرة على العراق على مقدرات العراق على مستقبل العراق على خيرات العراق وهذا اللي قاعد نشوفه حاليا ما اكتفوا بهذا ما اكتفوا بالسيطرة على العراق ومقدراته قتلوا بالعراقيين القتل اللي قاعد نشوفه مستمر الاغتيالات مستمرة الخطف مستمر الى متى هذا الامر السؤال هسا للمرجعية اذا انت مرجعية دينية يعني اذا انت تأمنون بالحسين واهل البيت رضوان الله عليهم يعني اذا لم تكونوا تخافوا الله تكونوا احرارا في دنياكم حسا اذا ما تخافون الله كونوا احرار كونوا احرار قولوا كافي كافي نعم الى متى يعني يستمر هذا الامر واحنا شنو دورنا احنا هذا الامر هذا الواقع دورنا شنو شنو نحمي هاي الناس احنا عايشين برا مثلا او بين بين هواي بين عايشين برا لكن اهلنا اللي عايشين بالعراق الى متى يظلون تحت هذا الظلم والقتل والخوف والرعب والجوع والتدمير الى متى يبقون هيتش احنا شنو دورنا ماكوا منظمات دولية نلجأ لها حتى نحمي أهلنا نحمي شعبنا نحمي بلدنا إلى متى نبقى لا مرجعية دينية محترامية بها خير من كل الأطراف لا مرجعية سياسية لا شعب طلع شباب طلعوا ما قصروا جاهدوا ضحوا بأنفسهم بدماؤهم بأرواحهم على مدعام حدثة المؤامرة عليهم بين قتل وبين خطف وبين اغتيال وبين ترهيب وبين ترغيب بين قوسين وأنهو الانتفاضة أنهو انتفاضة تشرين خلينا نكون واقعيين انتهت انتفاضة تشرين انتهت بالشارع بقد في قلوب الناس لكن للأسف ما الهدوا بالشارع بعد احنا جاي نشوف هستاذ ميليشيات نزلت بقوة بالشارع بكل وقاحة بكل صلافة نزلت الى الشارع لا مرجعية تشتغل للأسف للأسف العمل مو على قدر المصيبة خلينا واقعيين العمل مو على قدر المصيبة ترى احنا جاي ننزف العراق جاي ينزف يوميا يوميا من 2003 العراق جاي ينزف وجاي ينطي خيرة رجاله وشبابه وعلى يد من يا ريت يا ريت على يد رجال على يد اشباه الرجال جبنة حش السامع نعم 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 يعني حتى ذرة رجوله ماكو ذرة رجوله ماكو نعم حتى الايراني منكم ايراني خليوا روح له للأيران احنا مو عتبنا على هذا هذا جاي يشتغل البلد هذا جاي يشتغل دولة فارس عتبنا على اللي يسمي نفسه عراقي السيئب يقول اني لا اعجب كيف يمكن ان يخون الخائنون ان يخونوا انسان من بلاده ان خانه معنا ان يكون فكيف يمكن ان يكون نعم شكرا شكرا اليك اخ عادل مشاهدين الكرام اتحول الى رسالة واتساب اسمح لي اسأل السؤال سليماني وابو مهد المهندس شلون صاروا شهداء هم ارهابيين قتلوا شباب العراق وسوريا ولبنان واليمن اثنين هم مجرمين لا نعم الله في ناري جهنم وبأس المصير ام ايمان من بغداد سلام عليكم ان شاء الله بخير ان ياخدكم من بغداد زوجي واولادي اخذهم من تحرير الموصل ولحد هلسا ما نعرف عنه شي كل ما نروح ما ينطونا الصدق والله ما لينا واحنا نحكي ماكو عفو على السنة جديدة ترى حوبة الامهات شبيرة عدى الله طلعولنا ولدنا والله ما عدنا غير اللهم زوجي مريض واولادي صغار بالسن شنو ذنبهم الله اكبر على كل ظالم وتحياتي لكم وسنة خير عليكم يا رب ويا ربي عليك ان شاء الله وعلى كل الشعب العراقي سلام عليكم استاذ أفل وياك أبو عادل من الرمادين وطالب من حضراتكم يصال صوتنا الى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بمعرفة مصير ابنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة والله أبرياء فرحوا الاهالي والأطفال بإطلاق سراحهم والله أهلي براس السنة العالم تفرحوا الاهالي المغيبين يبتون مضع الاعتقال أبنائهم أكثر من خمس سنوات واللي فرح طفل بشوفة أبو إلى قصر بالجنة السلام عليكم أبو حاتم بن البو صل السلام تحية طيبة لك استاذ أفل المحترم وللجميع العراق اليوم في أخطر يوم يمر به في تاريخ الاحتلال الأمريكي الإيراني أمريكا تنقل أحدث الأسلحة إلى العراق الإيراني والميليشيات والأعزاب والخردة تنقل أسلحة فتاكة من جارة سوء إيران إلى العراق فهذا متفق عليه لتدمير ما تبقى من العراق ألمن أنه كبار الرؤوس العفنة للأحزاب والكتل البرلمانية والحشود والميليشيات والمسؤولين هربوا إلى إيران خلال اليومين الماضيين عن طريق بعقوبة وزرباطية بوضح النهار يا عراق انت والشعب إليك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسالة أخرى تقول السلام عليكم صباح عراقي من ألمانيا تحياتي واحترامي لقناتكم وجميع العاملين فيها اليوم مظاهرات الأحزاب والميليشيات معناها نحن الدولة وهم الذين يغتالون النشطاء وسبق أن صرح المتحدث بذلك أحمد المل طلال بذلك كشفنا قتل تهاشمي وهرب إلى إيران بعدها تم تسفيره إلى دبي من قبل المالكي تحياتي لكم جميعا وخاصة أستاذ أفل شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام مشاهدين الكرام هم يطلعون يحجون بكيفهم وشما يردون يحرفون من التاريخ ما راح يقدرون يحرفون شي فالعالم تعرف شن العراقي وتعرف شن العراق لكن هم دا يحاولون يغيرون بديمغرافية هذا البلد الجواب الأول والأخير راح يكون أدكم أنتوا يا الشعاب نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة نفس الموعد باتر في أمان الله شكرا 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 شكرا